تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز اللي تنمع بعض التحويل والإحلال معه لا التحويل شيء والإحلال شيء تمام إيه معنى لتنين ده الإحلال ده معنى أن أنا أخذ السيارة منك بالكامل وهديك سيارة جديدة جديدة تمام لأن ده موجود ترجمة موجودة لما ورد في قانون المروف سنة 2008 ولما ورد في دستور مصر وفي رؤية مصر تنمية المستدامة 20-30 دي ترجمة للحاجات ده كلها سيارة الرئيس قال أنا في فترة الرئاسة الأولية باهتم بالوطن وفي الفترة الرئاسة التانية باهتم بالمواطن المصري بالدرجة الأولى فدي ترجمة لكل توجهات سيارة الرئيس ففيه إيه الفرق بين الإحلال وإيه الفرق بين تحويل قلون المرور اللي موجود حالياً مطبق من سنة 2008 فيه مادتين مادة 4 والمادة 6 المادة 4 بتقول إيه؟ بتقول لا يجوز الاستمرار في الترخيص مش هترخص تاني لمين؟ لسيارات الأجرة ونقل الركاب اللي مضى على صنعها عشرين سنة بما فيها صنع بما فيها سنة الصنع اشتركوا في القناة